ليهم يعيشوا الحياة ويقرفوا ويجربوا ويعيشوا الأخلاق والأخلاق فيها تختبار والأخلاق ديت ربنا ما خلقهاش عشان نعيش بيها في الكهوف أو نعيش فيها في معامل ربنا جعل الأخلاق دي عشان نعيش بيها مع الناس وعشان كده اللي بيصبر على الذي يعاشر الناس ويصبر على أزاهم خير من من يعتزل الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت تظهر أخلاقه الرائعة في وسط مشرق القريش وعشان كده هو بقى اللي بيحصل لازم يعيشوا ويتعلموا ازاي يعيشوا حتى من اللي حواليهم حتى لو حواليهم بيعملوا أشياء مش مناسبة هم لازم يتعلموا ازاي يتجنبوهم وما يحتقرهمش للمسلم أخو المسلم لا يحقروا الشكل الرابع بقى وده شكل مهم جدا التخبية يعلموا يحاولوا يجنبوا أولادهم مشاكل بأنهم يخبوا عليهم فكثير من المربين يخبوا على أولادهم وخاصة للأحداث الصعبة خوفا عليهم من الصدمة زي لو طفل متعلق مثلا بجدته وهي توفت فيقولوله أن هي سفرت بدلا ما يقولوله أن هي النتيدة توفيت والنتيدة راحت لحياة تانية واسعة وجميلة يقول له لا 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 دا هي سفرت وراحت بيت تاني وهو ممكن يقول له هي راحت في بيت تاني وعيشة في حياة تانية والحياة تانية دي كميلة واحنا ممكن نبعث لها الهدايا وممكن نعمل كده يعيش أولادهم وأن الدعاء دا جزء الهدايا اللي هي ممكن تقبله دا ويتسمى البرزق دا حالة من حالات الحياة الأخرى اللي ممكن نعيشها بيها فالولد لما بيتخب عليه ومش بيفهم يعني إيه موت لكن بيتصور إن هو بوع بوع كبير وده اللي أكدت عليه كتيب من الدراسات النفسية إن التخبير بتخلي الأولاد يتصوروا الموت ببشاعة وأهوال على غير رحية وعشان كده إحنا مثلا أنا في شغلي مع كريم النسب في مسألة الأوصل البديلة والكافلة إيه بنعمل إيه بقى؟ بنعمل بنكون مصررين جدا 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 على إن إحنا ما نخبش الحقيقة عن الأولاد ولازم نقول لهم سيناريو يخلي الأولاد ما يتصدموش بعد ما ينضجوا ويوصلوا إلى سن مثلا المراهقة فلما يعرفوا الحقيقة تحصل لهم صدمة لإن وجدنا إن دا بيسبب عند الأولاد صدمة إنتوا بتخولوش بتحصل إيه ويحصل أثر في غاية التدمير للولد وفي غاية التدمير للبند وما بنقدرش نسيطر عليه لأنه خلاص وصل إلى حد إنه ما بقاش عنده إحساس بالانتماء لده ولا هو حاسس إن الناس دي اعتبرت نفسيته لها قيمة فما بيقدرش يعيش مع الناس دي ولا يتعامل معهم تعامل طبيعي بعد كده الشكل الخامس الخطأ اللي نحن بنرتكبه عشان يجنب أولادنا البعد عن المواقف الصعبة والحياة الصعبة إنكر الألم بقى أو إنكر الضعف فلما يجي الولد يحس بأنه تعبان أو يكون مثلا مش أفضل أحواله النفسية لفترة طويلة نفضل نقوله لا 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 أنت زي الفل ما تسمعش كأه أنت ما فيكش حاجة أنت بتتدلع أو زي مثلا نقوله الراجل ما يعيطش ما تعملش زي البنات فيطلع الكلمة دي تطلع يوه من بيحب بيستاهي في البنات وبيحتقل البنات وفي نفس الوقت هو مش قادر يتعامل مع الحالة اللي هو فيها فيتعود على إنكر المشاعر المؤلمة ويكبتها فيتعب أكتر لأن إنكر الضعف بيربي بيربي الإنسان على الضعف إنكر الضعف بيربي الإنسان على الضعف والله سبحانه وتعالى جعل الضعف فينا أساس في بنيتنا وخلق الإنسان ضعيفة وليس معنى الضعف عن الهوان لكن الضعف ده يدعو الإنسان إلى أنه يسعى في الحياة وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل ابن سيدنا إبراهيم عليه السلام قال وإن على فرق إبراهيم لمحزنون يعني حضرة النبي بيعلمنا إيه إن البوح إن البوح ده ده حاجة إيجابية ولذلك لما سألوا رسول الله عليه السلام قالوا أتبكي يا رسول الله قال إنما هي رحمة إنما هي إيه رحمة لكن معلمناش إن إحنا ننكر الكلام ده عشان الواحد فينا يدخل في تناقض ويدخل في بعض الأحيين إلى تمثيل فعشان كده حضرت النبي علمنا إن إحنا ما ننكرشي هذا الأمر ما ننكرشي الحزن والأسى عشان نبقى بناءدمين متزنين وطبيعيين لذلك عايز تحمي أولادك بحق وحيي وحييهم وما تعزلهمش عن الحياة وعلمهم حديث يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسطعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصحب فيطلع كده عود وصلب